الطائرة المسيرة أو الطائرة دون طيار أو الدرون هي طائرة توجه عن بعد أو تبرمج مسبقا لطريق تسلكه في الغالب تحمل حمولة لأداء مهامها كأجهزة كاميرات أو حتى القذائف الاستخدام الأكبر لها هو في الأغراض العسكرية كالمراقبة والهجوم لكن شهد استخدامها في الأعمال المدنية مثل مكافحة الحريق ومراقبة خطوط الأنابيب تزايدا كبيرا حيث تستخدم في المهام الصعبة والخطيرة بالنسبة للطائرة التقليدية والتي يجب أن تتزود بالعديد من احتياجات الطيار مثل المقصورة وأدوات التحكم في الطائرة والمتطلبات البيئية مثل الضغط والأكسجين وأدى التخلص من كل هذه الاحتياجات إلى تخفيف وزن الطائرة وتكلفتها لقد غيرت هذه الطائرة طبيعة الحرب الجوية بحيث أصبح المتحكم في الطائرة غير معرض لأي خطر حقيقي أولى التجارب العملية كانت في إنجلترا سنة 1917 وقد تم تطوير هذه الطائرة دون طيار سنة 1924 كأهداف متحركة للمدفعية يوم عن يوم تعلو وطيرة النمو التكنولوجي الفائق في صناعة الدرون لأن الخبراء والمخططين كانوا يدركون قدراتها المستقبلية غير المحدودة التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية هائلة في قدرات الجيوش وتطبيقات بلا حصر للجوانب المدنية لسيما أن تكلفة صناعتها وصيانتها وتدريب المستخدمين عليها تعتبر زهيدة للغاية مقارنة بالوسائل الأخرى التي تحل الدرون بدلا عنها شهدت الدرون في المجال الأسكري طوال السنوات الفائتة عمليات تطور كبيرة شملت قدرات المكوث لفترات طويلة محلقة في الجو وزادت سرعاتها بدرجة ملحوظة وتعززت إمكانياتها بالتقدم الفائق في تقنيات الكاميرات والمستشارات المستخدمة والقذائف الموجهة والصواريخ الأحدث في ترسانات الأسلحة وفي معرض ايدكس تتسابق الدول والشركات في عرض أحدث ما جدت به يد التكنولوجيا في قطاع صناعة الطائرات بدون طيار في حدث عالمي هو الأكبر في مجال الصناعات الدفاعية